السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة معلمي في اللغة العربية مرحبا بكم درسنا لهذا اليوم سيكون النص المسترسل مدن مغربية سنقوم بالإجابة على أسئلة الأسبوع الرابع أحلل السؤال الأول أكمل الخطاطة الآتية عواصم المغرب فاس من مآترها أسوار قديمة مسجد القرويين مسجد الأندلسيين مكناس من مآترها باب المنصور مدينة وليلي الرباط من مآترها موقع شالة قصبة لودايا ضريح محمد الخامس صومعة حسان المدحف الأتري محمد السادس مراقش من مآترها الصور جامع الكتبية قصر البديع مدحف محمد السادس لحضارة الماء ساحة جامع الفنان أركب وأقوم السؤال الثاني أستثمر أفكار النص وخطاطته لأعبر كتابيا بجمل مفيدة عما تعلمته منه تتميز مدينة العيون بساحة المشوار وبسوق الحلي وبمتحف فنون الصحراء وشاطئ فم الواد تتميز مدينة فاس بأصوارها القديمة ومسجد القرويين ومسجد الأندلسيين تتميز مدينة مكنسة بباب المنصور ومآتر مدينة وليلي تتوفر مدينة الرباط على مآتر متنوعة ومختلفة منها ضريح محمد الخامس وصومعة حسان تتميز مراقش بصورها وبجامع الكتبية وبقصر البديع وبساحة جامع الفنان السؤال الثالث أبدأ رأيي فيما قدمه الكتب عن عواصم المغرب كانت هذه المدن في فترات من التاريخ عواصم لدول تعاقبت على حكم المغرب قام الملوك والسلاطين بإنشاءات عمرانية وعسكرية هائلة وفخمة لتمييزها عن باقي المدن